السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم محمود ربيع النهاردة هنتكلم عن الورد الجوري او الورد البلدي او الورد الدمشقي ليه كذا اسم وليه كذا شكل وليه كذا حاجة طبعا لو اول مرة تشوف القناة اشترك وفعل جرس ولو عجبك الفيديو دوس لايك ويارك كلنا نشارك الفيديو مع اصدقاء اصحابنا خلال كله يستفيد طبعا هكلمكم النهاردة عن الورد البلدي او الورد الجوري ناس كتير بتسأل عليه العناية به ازاي عندها ورد جوري بتحب ان هي يكون عندها مظهر طول العام طب ايه الانواع الموجودة طب هل فيه نبات منه دخلي فيه خارجي طب هل فيه متسلط طب هنسمده ازاي الاضاءة فيه نبات كتير عنده حشرات ازاي نعمل عليها مبين وازاي نقضي على الحشرات طيبا انا عايز الوردة الناس كتير بتسأل القسلة دي وكله ده هوجودكم عليه وهقول لكم احنا كنا بنعمله في المشتن عشان نكون مبهرين للزباين اللي هي تشتري الورد اولا لازم انت عرفها هقولك على يعني اول حاجة لو انت تروح تشتري ورد او الورد الورد ده جماعة تلات انواع منه فيه تلات انواع فيه نوع متسلط المتسلط ده جماعة اللي هو المادات اللي هو عامل زي الياسمين كده بيمد على الصور بيمد على الابواب بيمد على الحط النوع التاني اللي هو الورد البلدي العادي اللي هو طوله مثلا بيوصل اتنين متر وفيه التالت نوع هو الورد القزمي الورد القزمي ده طوله ما بيوصلش اكتر من خمسين سنتي وده بيكون نوع دخلي يعني ده فيه منه نوع خارجي ونوع دخلي النوع الدخلي هو بيكون قزمي كده التالت انواع اللي موجودين لها عشان تنور لما تروح تشتري ورد من المشتل تسأل عن نوع اللي انت عايزه طيب العناية بتاعته ازاي بقى جماعة اول حاجة هو طبعا ليه الوان كتير جدا وفيه اشكال كتير اول حاجة جماعة الاضاءة هنتكلم عن الاضاءة هو بيحتاج حوالي ست ساعات شمس مبشرة كل يوم يعني كل يوم ست ساعات شمس احنا كنا بنعرضه لانه هو من النباتات اللي هي بتتحمل الحرارة والرطوبة والبرد كمان يعني على طول كنا ده من النباتات الجميل طيب يعني احنا كده دي لازم ان نحطه في ست ساعات شمس مباشرة ده بالنسبة ليه الورد الخارجي طبعا بنسقيه تلت مرات في الاسبوع بنسقيه يوم ويوم يعني بنسقيه النهاردة سنة النهاردة بنسيبه بكرة بنسقيه يعني يوم ويوم الري بالنسبة للري طيب بالنسبة للتسميد بالتسميد بنسميده بم بي كي عشرين 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 ده بنسميده كل شهر مرة واحدة بس وفي الشتاء بنسميده باسمات بلدي طيب ايه تاني كنا بنعمله اهم عاجة التربة يا جماعة اللي هيتزرح فيها الورد البلدي او الورد الجوري انا افضل نوع تربة يتزرح فيها الورد هو التربة الطينية الطينية دي اللي هي التربة الزراعية طب هلا اخلطها برمل هلا اخلطها ببطمس لا ما يفضلش الورد ده بيحب جدا يا جماعة التربة الطينية عشان لو عطش ما يتأثرش لو زاد عليهم مياه برضو ما يتأثرش زيادة تمام يجب التربة الطينية دايما نقول اهمية الري واهمية الري طيب احنا كده اتكلمنا فيه كمان يا جماعة حاجة مشكلة بتواجه عشان برضو تكون الفكرة عندكم وصلك احنا لما كنا بنزرح الورد ده في المشكلة يا جماعة كانت بتواجهنا عدة حاجات مشاكل فيه مش في الزراعة لا في الورد ده ذات نفسها ليه؟ لان النبات ده بيلم او بيجي عليه حشرات كتير زي المن والتربس طبعا بيجي عليه مثلا زي المن والتربس والعنكبوت والنملو الاحمر عشان ده بيتغزى على البراعم يعني دي وزي باب نكفحه احنا كنا بنجيب له علاج لو انت جات مثلا عندك ورد ام مش ورد بس ممكن يكون عندك اي شجر تاني بنرشه فيه حاجة اسمها مبيت فتاك واحد فتاك واحد وانا ذكرته قبل كده وبذكره تاني ده بيقضي على النمل بيقضي على الانكبوت بيقضي على اي حشرات طبعا والافات اللي موجودة على النباتات يعني بده لو جينا لينا مثلا حشرات على النبات نجيب نرشه بحاجة اسمها فتاك واحد اسأل عليه طيب انا موجود مثلا انا بتكلم على فتاك واحد ده وموجود في مصر ممكن ما تكونش موجود في العراق مش موجود في الجزائر مش موجود في المملكة العربية السعودية فبتروح انت بتدور على البديل طبعا بتدور على البديل بتقوله انا عايز فتاك واحد عندي حشرات وفي حاجة اسمها مالاسيوم ده برضو بترش بيها النباتات ما بتزودش يدوبك مثلا صنطي على لتر مية صنطي واحد على لتر مية لانه قوي وترش بيها هيقضي على جميع الحشرات اللي عندنا بتام وفي طرق طبيعية انا عامل فيديو عن طرق طبيعية مش هنتكلم دلوقتي فيها هنتكلم على الورد البلد او الورد الجوري طبعا انا اتكلمنا عن الاضاء اتكلمنا على اتكلمنا عن الرأي عن المشاكل ده بيتزرع ازاي؟ ليه طريقتين في الاقصار او ليه تلات طرق في الاقصار اول حاجة بيتزرع بالبزور وده البزور ده يا جماعة بتروح تشتريها من اي محل بيبيع بزور بتقوله انا عايز ورد بزور او بتشتريه من سوب دوت كوم او من اي مكان اقرب ليك ان انت هتشتريه على حسب البلد اللي حضرتك موجود فيها وبتزرع بيتزرع بالبزور في شهر اربعة وخمسة وستة وسبعة وتمانية ده بيتزرع بالبزور وبيتزرع بالتعقيل في شهر عشرة وحداشر واثناشر واحد واثنين وثلاثة ده بالتعقيل يعني انت تقص لو عندك شجرة قصة وزرعها في الارض على طول هتطلع وانا منزل فيديو عن التعقيل ايه تاني؟ بالترقيد الهوائي الترقيد الهوائي ده انا نزلت كذا فيديو وممكن نحط لكم في الوصف تحت ان شاء الله بتحط فيه وبالترقيد الهوائي ده سريع جدا ان انت بتعمل كذا شجرة بيقترق سالها جدا نجب احنا كده اتكلمنا عن اقصار او زراعة الورد الجوري بالبزور وبالتعقيل وبالترقيد الهوائي انا بقى نصحة مني احنا كنا بنعمل في المشاتل يا جماعة لو الوردة بتتبل حاول تقصها يعني ما تخليش الوردة لحد ما تنشاف عليه ليهت الوردة ليه ليه ان انت تقص الوردة لو دبلت كده او عملت لانك انت على طول دايما بتخلي الشجرة لان الوردة لما بتطلع بتتمتص غزة الشجرة كله فلازما تقص الوردة لو هتتبل خلاص تقصها انت عشان تبدأ ان هي تجدد على طول طيب ايه كمان يا جماعة لازما نهتم بي لازما نهتم كمان ان احنا نقلمه التقليم بيبدأ في شهر عشر لازما نقلم الشجرة حتى لو نقص منها اقترب بسيطة كده هتكون عشان تدفع وتدفع براعم جديدة وتدفع كمان ظهور تمام احنا كده اتكلمنا عن كل حاجة ياريت كل فيديو بتاعيك بحضراتكم ما تنساش تدوس لايك وتشترك لو في القناة لو عجبك لك الفيديو وياريت تشارك الفيديو وياريت نكون بنوصل لكم المعلومة الابسط حل اي سؤال موجود عندك سجله فكما انت تحت وانا هرد عليه ان شاء الله واخر الفيديو سبحانك الله وحمدك سبحان الله العظيم استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابراكاته